مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها الضجة التي تحدث في السعودية الان بسبب ان التلفزيون السعودي الحكومي القناة الثقافية السعودية الحكومية عادت تذيع حفلات ومكثومة يعني امرأة بتغني وبتتمايل ولبسها بنص قم وأمصها اصلا على ادراعاتها شفاف وبدون حجاب وبتقول له خدني في حضنك يا راجل يعني يا راجل غريب ياخدها في حضنه وبتاع تخيل انت كده امرأة اجنبية تقول له واحد خدني في حضنك وهكذا يعني وهذا يزاع على التلفزيون السعودي هذا الامر احدث ضجة جدا وقال لك هذه بلاد الحرمين الشريفين البلاد الطاهرة مهد الاسلام تصبح حياة اللي بتتروج للاغاني وما الى ذلك طبعا لكن الحقيقة انه علاقة ام كالثوم بآل سعود علاقة قديمة بمعنى انه آل سعود هم اصحاب الفضل اصلا في حفلات ام كالثوم يعني لو لم يكن آل سعود ما كنا لنشاهد حفلات ام كالثوم في عهد جمال عبد الناصر اصلا هذا ما نشرته صحيفة الحياة اللندنية المملوكة للنظام السعودي نشرت وثائق عن علاقة الملك عبد العزيز قال سعود بأم كالثوم الملك عبد العزيز قال سعود اللي هو الملك المؤسس للسعودية ابو الملك سلمان وجد ولي العادة محمد بن سلمان فالذي حدث انه مجلس قط السورة بقيادة محمد نجيب وجمال عبد الناصر قرر معنى اغاني ام كالثوم ام كالثوم ذهبت تستعين بجهة اجنبية اللي هم آل سعود وده السؤال لماذا استعانت بآل سعود تحديدا لان علاقتها بآل سعود علاقة قوية كما ستتضع فذهبت لجأت الى السفارة السعودية في القاهرة تطلب تدخلها لدى الرئيس محمد نجيب او الحاكم العسكري في ذلك الوقت محمد نجيب كي يعيد اغانيها للاذاعة مرة اخرى فواحد اسمه محمد محمد الترابيشي هذا كان السكرتيري الاول للصفارة السعودية في القاهرة وجه خطابا لرئيس جمال محمد نجيب او الحاكم العسكري محمد نجيب في ذلك الوقت بيقول له انه انا ببعث لك هذا الخطاب ارسل لك هذا الخطاب بامر من المالك عبد العزق السعود وهذا الخطاب نشراته صحيفة الحياة او نشره الدكتور سامير غريب رئيس دار الوثائق القومية في مصر وده رجل علماني وكان بيحكي هدي ورجل متخصص في الوثائق ورجل دكتور وبيانشرها في صحيفة الحياة بتاعها السعود في شهادة كلها شهادة من طرفهم فالوثيقة بتقولي بقى انه محمد التربيشي اللي هو سكرتير اول السفارة السعودية في ذلك الوقت وفي ذلك الوقت السعودية لقى السفارات كثيرة يعني اللي رجع تاريخ قال السعودية تلك الفترة يعرف كيف كانت البداية يعني فبيقولي بقى هو ارسل رسالة لمحمد نجيب وقال له انه كان ان ام كالثوم وعبد الوهاب كان من المقربين من العهد البائت اي عهد الملك فاروق وان الاستاذ عبد الوهاب له غنوة خاصة بالملك فاروق يطلق عليها اسم الفن وان السيدة ام كالثوم لها غنوة باسم حبيبي يسعد اوقاته يعني حبيبها الملك يعني طب واحدة بتحب واحد غرجوزها يعني وبتطلع كده تقولك انا بحب واحد غرجوزي يعني ولا يده بالله ما انا بسأل بقى مفت السعودية ده حلال ولا حرام حبيبي يسعد اوقاته وهي ايضا خاصة للملك فاروق وانهم يدينون بالولاء له الى الان اي وقت كتابة الرسالة بعد قرابة عام من قيام الثورة طيب بعد كده التربيش قال ايه بقى بيقول ان تصرف الثورة ضد عبد الوهاب وام كالثوم سيكون له اثر بالغ القوة على الشعوب العربية والمصرية خاصة يعني هما في السعودية باسمهم مكلسوم ويعطي انطباعا سيئا جدا عن الطورة واهدافها المقدسة يعني بقول لك احنا في السعودية او النظام السعودي لما نعرف ان العسكر منعوا مغنية او رقاصة من الغناء وتتميل وتقول لك يا حبيبي والكلام ده الكلام المغنيات احنا في النظام السعودي او ازاي تمنعوا المغنية انما لما ترمو علماء المسلمين في السعودي وده الممتاز وده يقول لده محاربة الايه اتطرر طبعا ام كالثوم كانت كاتبة في الاستغاثة بتاعتها للصفارة السعودية في القاهرة بتقول هي وعبدالوها في رسالاتهما للصفارة هل كان لدينا او لغيرينا اتخاذ قرار حر في ذلك الوقت لقد كان يفرض علينا الامر فرضا وإلا كنا نستطيع نرفض يعني تقريبا وما كنا نستطيع نرفض تخلش السجن سيد قض كنت عادي ببيتك وتلمي يعني تمام يضافوا الى ذلك انه الملك عبدالعز السعود لما ظهر السعودية اللي هو ابو الملك سلماء لما ظهر السعودية ام كالثوم هو ادها هدية ارسل لام كالثوم هدية منشور في جريد الوطن بتاع السيسي يعني اللي تابع لنظام السيسي علاقة مكالثوم بالسعودية اغنية وهدية ثمينة من الملك عبدالعز السعود ابو الملك سلمان فهم نشرين عن مخطوطة محفوظة في مكتبة جامعة الملك سعود برقم 3153 وتقع في 270 ورقة بتاصف رحلة الملك عبدالعز السعود للقاهرة في عهد الملك فاروق وكيف ان ام كالثوم كان بتغني في الإذاع عن زيارة الملك عبدالعز السعود وكل الملك ما قالش ده حرام ولا لا ولا حاج ده بال انه مجلة المصور بتاريخ 25 1 1946 ذكرت ان الملك عبدالعز السعود ارسل هدية لام كالثوم ومحمد ابن عبدالوهاب وعلي محمود طه تقديرا لأغانيهم في الإذاعة والهدية عبارة عن كساء عربي وساعة ثمينة يعني ابو الملك سلمان كان بيقدر المغنيات جدا وده يفسر لنا ان النظام السعودي هو متعهد المغنيات يعني انت النهار ده اي بيت لقوصتها كويس ولا بتاع على طول النظام السعودي يشقطها الو الوليد ابن طلالي جيبها ام بي سي جيبها مش عارف روتانا جيبها مش عارف ايه وانفق ضخ تبقى مثلا نانسي دي لابسها دم الطعام مش لقى تاكل او هيفاء او كذا لبنان بلد فقيرة يعني مش لقى تاكل او بتاع كذا يجي النظام السعودي ياخدها ويجيب لها فستين وبرفنات وكتاع ومكياج ويجيب لها كذا ويجيب لها مدير اعمال وخصص لها سر وطائلة او كذا بينما عامة المسلمين او تمت تمشي مثلا في شارح لبنان اطفال المسلمين في المصر مش لين ياكلوا اطفال المسلمين في مصر مش لين ياكلوا لكن اذا انت كنت مغنية ورقصة يبقى كده النظام السعودي فورا ده الكلام ده من ايه انت بتتكلم انت بتتكلم انبسي ده طلعت كام 1996 يعني بتكلم نارضة 21 سنة طيب نرجع بقى ليه ام كلسوم والملك عبدالعز قالت سعوه مجالة المصار بتقول ايه بقى ان الملك عبدالعزيز هو الذي ارسل هدية ليه ام كلسوم لانها غنت باحتفاء بقدوم هو ما الى ذلك بل ابنها ابن الملك فيصل هو الشاعر عبدالله الفيصل اللي كان مختص بصديق ام كلسوم طيب سيد ام كلسوم انت اخترت القصيدة ديت ازاي الامر عبدالله اهداني دوانه وقرأت من ضمن ما قرأت القصيدة دي كنت في مصر سنة 7 من الذكرت ذكرت مكلثوم انها تعرف والدي ويشيء من الصداقة دربت لها تليفون قدمت لها نفسي انا فلان ابن صديق فلان اهلا وسهلا هذا يوضح لنا ان قرار النظام السعودي بالعودة لازاعة حفلات ومكلثوم انما هذه بضاعتنا ردت الينا يعني احنا كالسعود نحن اصحاب الفضل ومكلثوم تعمل اصلا حفلات دي من 50 سنة وكلنا بنصنع البضاعة دي في الخارج والان نعيدها الاول كان قدام الناس ماناش علاقة بيها خالص دي كانت حرام وبعد دي نعيدها مرة اخرى وهذا كما يحدث فيه الدكتور محمد عباس كتب بيقولك انا رحت مؤتمر الجنادرية ووجدت الصحوة الاسلامية وكذا كان بيتكلم بقى من سنوات طويلة يعني كلم عن راح من سنوات طويلة فبقولك المشايق قال لي لا ما تفرحش كده قالوا لي قالوا انت هتيجي بعد السعوداء بعد 20-30 سنة لن تجد احدا فيها يعرف اللغة العربية قالوا لي قالوا انه قالوا ان النظام بيرسل كل ابناء المسلمين 30 مليون مسلم السعودية بيرسل غالبياتهم الى اوروبا وامريكا للدراسة والتعليم وبيرجعوا يتكلموا انجليز وعرف يتكلموا عرب وهؤلاء هم حكام السعودية مستقبلا فالمسلمين او العرب المسلمين في السعودية سينقارضون اللغة العربية ستنقارض مش تتبقى اسمها عقاز تتبقى مثلا عقاز اي حاجة بقى اسم انجليزي مثلا فالذي يحدث في وقعة ام كالسوم ان النظام السعودي صحيح ما قدرش انه هو يخدها على ارضه بسبب الصحوة الاسلامية التي حدست في السبعينات والثمانينات وكذا لكن تعهد ام كالسوم في الخارج يعني لم تكن موجودة ماديا داخل السعودية نفسها طيب النظام السعودي التلفزيون السعودي طول عمره بيزيح حفلات واغاني وموسيقى من زمان من يوم ما طلع لكن الذي حدث دماذا كان بيزيح اغاني ومكانسوم حتى عام 1979 ما الذي حدث لما حصل الماد الشيوع في العالم العربي بتاع جمال عبد الناصر واليمن الجنوبي هذه كانت مستعمرة الشيوعية والعراء كانت نفس الشيوعي وسوريا نفس الشيوعي ومصر نفس الشيوعي وليبيا نفس الشيوعي والصومال نفس الشيوعي وإسيوبيا نفس الشيوعي فأصبحت نظام السعودي محاصرا هو نظام والي لأمريكا أو تابع لأمريك محاصرا بأنظمة تابعة لروسيا الشيوعية في ذلك الوقت هنا المخابرات الأمريكية بدأت تغزي مسألة المد الإسلامي كنوع لمواجهة الشيوعية فبدأ بقى طلع بقى الملك فصل وقال الإسلام والجهاد في سبيل الله وهذا الكلام وأنور السادات اللي رجع أنور السادات في فيديوهاته 1980 أنور السادات كان بيشرب خمرة وشرب خمرة على الهوف معادة السلام في أمريكا وموجود على اليوتيوب وأنا عرضته في حلقة سابقة اسمها العسكر والخمر عرضت الفيديو بتاع أنور السادات وأنا بيشرب خمرة وزوجته أعرض فيديوه أيضا وزوجته وركبين لأطباء رسوا وزوجت عشان أنور السادات بتقدم الخمر له الخمر عندما يحضر في مصر لزيارة في مصر ورئيس وزراء أنور السادات كان يشرب الخمر مصطفى خليل يعني المسألة كلها حكومة خمرجية فعرض أنور السادات فأنور السادات هو الخمرجي وحكومته الخمرجية كان يطلع 1980 يقول لك إيه بقى ومرة وصلا مش محجبة وبتربس في الرجبة وبتاع جالي السادات مثلا أقول لك إيه الجهات في أفغانستان وسنرسل السلاح إلى أفغانستان وده أقل واجب نعمله لصالح المسلمين في أفغانستان إنما هي أمريكا كانت تريد أن تحارب الروس بدماء المسلمين يعني ده الموضوع وما فيش مشكلة أن احنا كمسلمين نستفيد من التناقض الحاصل بين هتين القوتين لكن بنقول لكن أمريكا بتكلف حتى أبو غزاء كان بيجي يشرب خمرة يجي الأمريكان يجيب له رقاصة وأنا عرضت ذلك في فيديو اسمه فضاح المشير عبد الحليم أبو غزاء على اليوتيوب يجيب له رقاصة وخمرة وكذا وعند يتفقوا هنرسل كم حمر لأفغانستان إيه له السلاح والمجاهدين وكذا المهم فإذا الذي حدث إن خشة أنطقة بلاد الحرامين الشريفين أسيرة لي للروس والشعية في ذلك الوقت أمريكا سمحت للنظام السعودي أو أعزت للنظام السعودي بأنه هو يتظاهر بقى مجددا بالوهابية لأن زي كنجد الوهابية تم استخدامها في إنشاء الدولة السعودية للقائمة 1902 كي تستجيل تضيل ليش بسجارة كان كافر أم البلاء اللي غني كان نقوله يعملوا فيه إيه وبعد ما أقام الدولة وخلاص بقى ما فيش وهابية بقى وخلاص وما حدش بيصلي بقى حتى الجيش السعودي ظل لو يصلي تاتة 40 سنة وأنا ذكرت ذلك في فيديو سابق وبعد ذلك أمريكا يتلأ في خطر نجيب الطوار الإسلامي بحيث يتصدى للمسألة وبعد ما يخلص تصدى نشير نرمي في السجن وهذا هو ما يجري الآن عادة ريمة لعدتها القديمة أرجو مشاهدين أن تكون الصورة قد وضحت وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته